صباح خير بالنسبة للموز لما بيتاكل ممكن فيه طريقتين سهل جدا للموز أولا طبعا ممكن ناكله عادي زي ما هو أو ممكن أحط الموز بعد ما بقشره أحطه بقلب الفريزر وأطلعه وهو لسه مجمد وأحطه في قلب شوكولاتة ديبقى طريقة ظريفة لو أنا تخيلت أن أنا بقطع الموز كدوات وأحطه في قلب الفريزر وأحطه في قلب سيخ وهو مجمد بحط في الشوكولاتة الشوكولاتة بتجمد عليه وبتاكل ويبقى ظريف وطعم مختلف ده الكلام ده هو في الصيف وعايز أكله بارد لكنه عايز أكله ويكون سخن فممكن نعمل نوط خليط أو خلطة للموز بجيب بيت وأستعمل مع البيت ده هوت شوية من جوز الهند المبشور شوية جوز الهند مبشور ومعهم شوية من النشا على أساس بعمل عجينة أو خليط ومع النشا ممكن تكون قد كمية النشا دقيق نحط شوية هنا من الدقيق بعمل خليط أو عجينة اللي هي ممكن تكون غشاء غارجي أستعمله وأسوي فيه الموز بعد أما بخلط العجينة دي وتأكد أنها كلها اندمجت مع بعض بضيف حبة صغيرة من الحليب مش كتير شوية صغير لكنها بنكيك بس أسمك وأغلص شوية نقلب كل الخليط ده وبعدين بنجيب قطع الموز نفسها اللي بها هنا هو تأكد أن الخليط زي ما قلت أنه هو سميك شوية فممكن نضيف عليه شوية تانية هنا هو من الدقيق شوية تانية من جوز الهند وشوية صغيرة من النشا نقلت لما وصل للمرحلة اللي أنا حاسس أنه لما أحط الموز هتتماسك العجينة فيه أو هتمسك في الموز بعدما قلتها كده نجيب الموز المتقطع نجيب قطع الموز نقطعها إنصاص وبعدين نجيب السياخ أنا أجيب السيخ هنا وبحط الموزة هنا بحيث أنها تتغطى كلها يعني أنا أغطي الموزة ديت بالعجينة أو ممكن أسويها وبعدين أحط السيخ يعني ممكن أعملها كده أو أعملها بالطريقة التانية نجيب قطعة الموز نحطها هنا نجيب واحدة تانية ونعملها نغطيها كلها بالخلطة اللي احنا عاملينها ديت وأتأكد إنها كل الموزة متغطية نحطها بقلب السيخ ممكن نعمل كام واحدة هنا يبقى عندنا إحنا زي ما قلنا في الاختيارين اختيار اللي أنا أو ممكن حتى قطعها يعني أسهل لنا قطعها كده قطعها كده قطع الموزة كده وبعدين بقشرها لو ممكن لو عايز قطعها وخليها ممكن تبقى متقطع وخليها لقبل ما أقدمها بشوية ونلفها في قلب العجين نحطها نقشر واحدة كمان ونتخلص من كل القشر هنا وممكن أقدمها مع صلصة أو أقدمها لوحدة طبعا أنا حطيت هنا جوز هند في قلبيها فيبقى فيها طعم ضريف أو لو عايز أجيب كريمة جوز الهند أو حليب جوز الهند نمسك الموز بيبقى دائل شكل بتاعه سيبها لغاية لما تنشف وللقى مهم جدا أنها تبقى مقرمشة على أساس تبقى ظريفة يعني من جوة تبقى طرية على أساس هي ده الموز ومن برا بتبقى نشفة نسيب دول استوى شوية ولو ما بقدمها الأطفال أراعي أن أنا ما بحطش كل العصايا عشان أنا ما نمسكهاش من العصايا ما يتسعوش نجيب قطع الموز دي هنا قطعها في قلب الطبع اللي أقدمها فيه ده بيكون الشكل بتاعها ولو حبيت ممكن يبقى عندي اختيار تاني نطلع الموزين دي هنا لو حبيت يبقى عندي اختيار تاني لو عايز أقدمها مع صلصة زي صلصة الفراولة نحطها كده أو لو حابب ممكن يبقى فيه شوية صغيرين من الشوكولاتة طيب أنا عندي أكتر من اختيار شوية صغيرة من الشوكولاتة أو يبقى عندي الفراولة يعني ممكن أخذها وحطها في الفراولة قبل ما أقدمها صلصة الفراولة شوية فراولة أو تود بيتضربوا في الخلاط مع شوية سكر صغيرين يبقى هو ده الموز المحمر مقرمش من جوه أو مقرمش من بره وطري من جوه تجربوه إن شاء الله يعجبكم وينردكم ويخلي يومكم وصباحكم قطيب بحتركات turned off مشهوريز مشهور يومكو مشهوريز كنت رحيز لتعرف قضًا